اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وعلى الأفراد وأيضا ليكون ساحة تفاعل ما بين طموحات الهيئة وتطلعات الهيئة في تقديم أفضل الخدمات التي تسعى من خلالها لإسعاد المجتمع هذا البرنامج كما نقول دائما منكم وإليكم فاللي عنده أي ملاحظة اللي عنده أي استفسار اللي عنده أي اقتراح ممكن أنه يتواصل معانا على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 أيضا مستمعين يعني في بداية الحلقة أحب أتوجه كذلك بالتحية لمخرج نائمة سرحيل وأيضا في التنسيق معانا الأخة أسمى الجناحي وكل الشكر لفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي وأيضا يعني هذه تحيات محدثكم محمود يوسف العلي مثل ما عودناكم دائما نبدأ هذه الحلقة بسلسلة من الأخبار التي تطالعنا بها وكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية والتي خرجت لنا اليوم بمجموعة كبيرة من الأخبار المهمة منها خبر يقول العلماء يتوصلون إلى جين يزيد احتمالات الإصابة بالفصام 35 مرة يقول علماء إن لديهم أدلة قاطعة على أن تغييرات في جيني يعرف باسم S-E-T-D-1-A تزيد كثيرا خطر الإصابة بمرض الفصام مما سيساعد في البحث عن علاجات جديدة طبعا مثل ما نقول إذا عرف السبب يعني بطل العجب ودائما التشخيص يعني يعد نسبة كبيرة منه في المساهمة في التوصل للعلاج عموما قال فريق العلماء بقيادة باحتي من معهد ويلكم تراسنت سانجير البريطاني إن التغييرات المضرة في الجين نادرة للغاية لكنها قد تزيد خطر الإصابة بالفصام 35 مرة وقال الباحثون إن التغييرات في الجين تزيد أيضا خطر الإصابة بعدد من الإضطرابات العصبية في خبر آخر يقول علماء الجري يجبر الخلايا السرطانية على الجفاف أثبت العلماء أن الجري سيساعد أو يساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية حيث أجر علماء من جامعة كوبنهاجن دراسة علمية على الفئران المخبرية أثبتت نتائجها أن الجري يساعد في وقف نمو الخلايا السرطانية وحسب قولهم أن الجهد البدني المكثف يسمح بتقليص حجم الأورام السرطانية إلى النصف وأن هذا يتم بفضل إفراز الأدرينالين وتنشيط خلايا المناعة بدأت عملية الاختبارات بزرع خلايا سرطانية مختلفة في أجسام الفئران وبعد أن بدأت تنتشر في أجسامها قسمها العلماء إلى مجموعتين المجموعة الأولى كانت تعمل في تدوير العجلة باستمرار أو حقنت بالأدرينالين أما المجموعة الثانية فكانت تعيش حياتها بصورة يادية فاكتشف العلماء أن حجم الأورام السرطانية تقلص بنسبة 61 إلى 67% لدى فئران المجموعة الأولى وبحسب رأي العلماء ترتبط هذه النتيجة بمفعول المادة انترلوكين 6 أو انترلوكين 6 التي تنشط خلايا إن كي التي تقضي بدورها على الخلايا السرطانية طيب من البيان الصحي في عندنا مجموعة أخبار نستهلها حقيقة يعني اللي يبغي يطلع على هذه الأخبار ممكن يدخل على موقع البيان .ae ويقدر من خلال هذا الموقع يشوف مجموعة كبيرة من الدراسات والأخبار عن أهم الدراسات العالمية اللي تم الإعلان عنها مؤخرا في خبر يقول 360 مليون نسمة يعانون من الصمم لهذه الأسباب هذا عنوان الخبر تفاصيل الخبر يقول تعاني نسبة تتجاوز 5% من سكان العالم أي ما يقارب 360 مليون شخص من فقدان السمع المسبب للعجز ويشير فقدان السمع المسبب للعجز إلى فقدان السمع الذي يتجاوز 40 ديسبل في الأذن الأفضل سمعا بالنسبة للبالغين وفقدان السمع الذي يتجاوز 30 ديسبل في الأذن الأفضل سمعا بالنسبة للأطفال ويعيش أغلب هؤلاء الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ويعاني ثلث الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من فقدان السمع المسبب للعجز ويبلغ الانتشار في هذه الفئة العمرية ذروتها في جنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء وذلك حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية في دراسة حديثة صدرت عنها طيب شو أسباب فقدان السمع والصمم؟ يمكن تقسيم أسباب فقدان السمع والصمم إلى أسباب خلقية وأسباب مكتسبة تؤدي الأسباب الخلقية لفقدان السمع منذ الولادة أو حدوثها بعد الولادة بزمن قصير ويمكن لفقدان السمع أن ينجم عن عوامل جينية وراثية وغير وراثية أو عن مضاعفات معينة خلال الحمل والولادة بما في ذلك مرض الأم بالحصبة الألمانية أو الزهري أو عدوى أخرى معينة خلال الحمل انخفاض الوزن عند الميلاد الاختناق الولادي وهو نقص الأكسجين عند الميلاد الاستخدام غير السليم للأدوية السامة للأذن والأدوية السامة للخلايا والأدوية المضادة للملاريا الأدوية المدرة للبول خلال الحمل واليرقان الوخيم الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة حيث يمكن أن يلحق الضرر بعصب السمع لديهم إذن مسألة الحمل والولادة جدا هذه مرحلة مهمة وحقيقة هنا الأم يجب عليها أن تراعي هذا الجنين في بطنها بممارسة أفضل العادات الصحية التي يمكن من خلالها المحافظة على هذا الجنين الذي يتواجد في بطنها الأسباب المكتسبة لفقدان السمع في أي سن ويمكن للأمراض المعدية مثل التهاب السحاية الحصبة النكاف أن تؤدي لفقدان السمع وخاصة في فترة الطفولة ولكن أيضا ممكن أن هذه الأسباب تكون متأخرة في الحياة عموما في أسباب كثيرة من الأسباب المكتسبة ممكن تكون الضوضاء المفرطة العمل بآلات كثيرة الضوضاء والتعرض لموسيقى صاخبة وغير ذلك من أشكال الضجيج العالي مثل أطلاق النيران الانفجارات إلى الإضرار بقدرة الشخص على السمع ويمكن تلافي نصف جميع حالات فقدان السمع من خلال الوقاية الأولية أيضا تشمل بعض الاستراتيجات الوقاية البسيطة تمنيع الأطفال ضد أمراض الطفولة يعني التطعيمات بما في ذلك الحصبة التهاب السحاية الحصبة الألمانية النكاف تلقيح المراهقات والنساء في سن الإنجاب ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل تحري الزهري وسأر العداء الأمور التي فيها عدوة في صفوف الحوامل وعلاجهن إضافة لتحسين الرعاية المقدمة قبل الولادة وحولها بما في ذلك تعزيز الولادة المأمونة هنا أريد أن أشير إلى أن هيئة الصحة لديها العديد من البرامج في هذا الإطار وتسعى من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية إلى تعزيز مفهوم الوقاية ومن ضمن مفهوم الوقاية يعني التطعيمات التي يجب أن تأخذها الأم التي يجب أن يأخذها الأطفال وكذلك حتى البرامج التوعوية للأم الحامل خلال هذه الفترة وعموما نحن وصلنا إلى الفاصل الأول بعد الفاصل ما نطرح موضوع الملف الطبي وهو النظام الصحي بدبي التحديات والحلول وضيفنا في الستوديو بيكون إن شاء الله معانا الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي اللي عنده أي استفسارات أو أي مداخلات مثل ما ذكرنا على الأرقام اللي أنتو تعرفونا أربع صفر صفر ستة لرسال نصية ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربع للتواصل المباشر معنا وفاصلوا من نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المحبوبة إذاعة نور دبي مستمعين حققت هيئة الصحة بدبي خلال السنوات الماضية إنجازات متتالية وضعت نظامها الصحي في مقدمة الأنظمة الصحية على مستوى المنطقة معتمدة بذلك على كوادرها البشرية وتسخيرها للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة المواكبة لتحديات العصر وضمن خطط استراتيجية تستجيب لتحديات التطور العلمي وتتماشى مع رؤية الإمارة ونظرتها لحكومة المستقبل التي تعمل على مدار الساعة إذن النظام الصحي بدبي ما تحقق وما نطمح إليه التحديات والحلول الرؤى والتوجهات محاور نناقشها اليوم في ملفنا الطبي مع الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي وأيضا المجال نكرر مفتوح لكم مستمعين لأي مداخلة عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 أو حتى من خلال الاتصال المباشر معنا الأخوان في الكنترول بيحولوكم علينا إن شاء الله على الرقم 600551414 دكتور أحمد صباحك الله بالخير صباح الخير والنور دكتور اليوم نطرح موضوع يعني أعتقد أنه كان مفروض نطرحها في البدايات بدايات هذا البرنامج ولكن دائما ما نسعى نحن إلى توضيح الجزئيات ومن ثم وضع المستمع في الصورة العامة لما يحدث في القطاع الصحي في إمارة دبي يا ترى النظام الصحي في دبي التحديات والحلول بداية ما هي التحديات التي تواجهنا في المنظومة الصحية في إمارة دبي نعم بداية يسعدني أن أكون بينكم اليوم وتقدم بالشكر والتقدير لكم لبرنامج نور دبي وبرنامج صحة وسعادة لنتكلم عن النظام الصحي في دبي ما يخلق النظام الصحي على مستوى العالم من تحديات وناس أيضا تحاول الوصول إلى حلول ذات يعني جودة عالية وترتقي إلى المستوى العالمي في وضع الحدود واختيارات أيضا أنسب الحلول المناسبة من أهم التحديات اللي يواجه أي نظام صحي على مستوى العالم هو النمو المضطرد للسكان خاصة المراجعين لقطاع الصحة العلاجية وعند النسب هنا في إمارة دبي بشكل كبير دكتور نعم في النمو السكاني يعني في الإمارات وخاصة دبي تروح بين 5 إلى 10% سنويا الحمد لله دبي لديها البنية التحدية المتميزة وتسعى دائما إلى إسعاد مجتمع دبي بكل الوسائل الحمد لله ومن ضمنها أيضا موضوع الصحة الحمد لله يعني صح في نمو مضطرد السكان بس في هناك مجموعة من الاستراتيجيات اتخذت حكومة دبي ودوائرها وهياتها من ضمنها هيئة الصحة بدبي التي تسعى دائما إلى اعتماد استراتيجية ذات منهجية واضحة لارتقاء بمستوى المستشفيات والخدمات الصحية للمراكز التخصصية فمن ضمن أيضا التحديات عدنا التحول النمطي للأمراض قبل كنا نتكلم عن الوبائيات وغيرها الحين قمنا نتكلم عن الأمراض المزمنة أمراض السكر والفاق وأمراض السرطان الله يعافينا نتكلم عن السمنة ومشاكلها الكوليسترول عن الحوادث الطرق وغيرها أيضا هذه التحدي كبير الحمد لله في خطط وفي برامج أن نقدر يعني نعالج هذه الأشياء عدنا أيضا ارتفاع توقعات المتعاملين الحمد لله دائما الناس تسعى إلى التمييز وللارتقاء فدائما في توقعات المتعاملين كبيرة جدا لازم أيضا نحطها في خططنا الاستراتيجية أن نوصل إلى إسعاد ورضى المتعاملين عدنا من التحديات أيضا الحمد لله بتوفر الخدمات الطبية سواء الوقاية أو العلاجية أو التعتزي في دبي أدى ذلك إلى زيادة معدل الحمد لله عمر الكبار السن فهذا يعطينا أن نوفر لهم خدمات متميزة عالية الجودة سواء من ناحية التأهيل من ناحية العلاج دائما عدنا في بعض الشغلات البسيطة من ضمنها مثلا طول فترات المواعيد للمرضى نساء جاهدين إن شاء الله إلى تطوير هذه المنظومة هناك أشياء أخرى تتعلق كل نظام صحي على حسب البلد والدولة جميل دكتور يعني مما لا شك فيه أن الهيئة تحرص على تقديم نموذج صحي من الطراز الأول تنعكس خدماتها الراقية في مجمل منشآتها الصحية في مقدمتها مجموعة المستشفيات اللي تعمل الهيئة على جعلها واحدة يعني من أرقى المؤسسات الطبية اللي نتمنى أنها تكون يعني تتسم بتجربة الاستشفاء المميزة والفريدة من نوعها وأيضا مما لا شك فيه أن هذه المستشفيات تحوي على طواقم طبية وإدارية تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز مجهود هذه المجموعة في تقديم أفضل الخدمات التي يتم الحصول عليها من قبل العميل الآن دكتور ذكرت أنت مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في إمارة دبي أنا شوية بتخصص أكثر في قطاع المستشفيات اللي عندنا خلني أتكلم هنا عن أهم الأمور اللي أنتوا تسعون من خلالها لإيجاد مجموعة من البرامج أو الحلول لما بقول حلول بعد بقول البرامج أو المشاريع لمواجهة هذه التحديات لأنه اللي أنا عرفة أن هذه التحديات أنتوا تنظرون إليها كفرص تحسين نعم أكيد فخلني أتكلم عن أفضل أفضل البرامج أو مجموعة البرامج اللي أنتوا حطيتوها لمواكبة هذه فرص التحسين هذه اللي موجودة نعم أكيد مثل ما ذكرت يعني الأخ محمود أن كل تحدي أيضا في فرص وفي خطط وفي برامج لمواجهتها مثل ما ذكرنا مثلا نقطة الأولى هو النمو المضطارد للسكان ساعة هيئة الصحة إلى وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذا الشيء ونحن مثل ما قلنا نتوجه إلى إكسبو 2020 هني بس دكتور بذكر المستمعين أن حتى سامحني بقاطعك بس بذكر مسألة أن كانت هناك استراتيجية تم وضعها لجعل القطاع الصحي مشارك بشكل كبير في تقديم الخدمات الصحية بحيث أن يكون تقديم الخدمة الصحية لسكان دبي ما بين 70% للقطاع الخاص و30% للقطاع الحكومي أعتقد أننا وصلنا لهذه النسبة نعم نعم مثل ما ذكرت نحن في شراكة مع القطاع الحكومي على مستوى دولة إمارة العربية المتحدة وأيضا على مستوى القطاع الخاص داخل الإمارة نسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة ذات جودة عالية الحمد لله غالبية مستشفياتنا حاصلة على الاعتمادية الدولية وكانوا من السباقين في أخذ الاعتمادية الدولية من 2007 والحمد لله بدأوا يدخلون أيضا في برامج متخصصة حصلت على اعتمادية دولية في برامجها وفي علاجها تخصصات معينة تقريبا من الأشياء اللي نواجه فيها النمو المضطرد للسكان هو التوسيعات الداخلية في المستشفيات الحمد لله في توسيعات في مستشفى لطيفة في موضوع المركزة للخدج زيادة في أعداد العيادات التخصصية منها عيادات الجينيتيكس الأمراض الجينية يعني صار مباشرة في عدنا عيادات تخصصية أيضا لأمراض النساء والولادة في عدنا تخصصات أخرى تم استحداثها وكان حصول مركز دبي للمناظير على اعتمادية دولية متميزة جميل من الأشياء أيضا مستشفى راشد إن شاء الله بتكون في افتتاح التوسيع الجديدة خلال إن شاء الله شهر أو شهر ونص هذا بيشل كمية كبيرة من أعداد المراجعين ناتش عن الكسور والوصابات في الطوارئ فبتكون إن شاء الله مرحلة الأولى خلال شهر عدنا توسعات داخلية في أقسام أمراض الجهاز الهضمي في أقسام داخلية للعناية المركزة وأشياء أخرى إن شاء الله في الطريق لعيادات تخصصية لعيادات السمنة عيادات الجهاز الهضمي ومنها أيضا الأمراض السرطانية المتعلقة بالجهاز الهضمي والحمد لله مستشفى دبي أيضا أضاف أكثر من 160 عيادة تخصصية في الأسبوع ومستشفى حتى وغيره هذا أدى أيضا لاستيعاب العدد المتزايد من السكان وحطينا أيضا الخطة إن شاء الله طموحة إن نستوعب هذا العدد جميل وجميع هذه المستشفى حاصلة على الاعتمادات الأكاديمية وعلى المستوى العالمي نعم طيب أيضا في شهادات اعتمادات دولية الحصول عليها في مراكز متخصصة مثل مركز المطار مركز الثلاثيمية هذين اللي تابعين لي هي نعم هذه الاعتمادات الدولية تم حصولها أيضا في المستشفيات ومع المراكز التخصصية نحن نتكلم على برامج متميزة مراكز متميزة حققت اعتمادية دولية من ضمنها عدنا مثلا مركز الطوارئ حقق الاعتمادية الدولية كأول مركز تدريبي خارج ألمانيا جميل لدراسات العلية عدنا أيضا الاعتماد الدولي من الجمعية الألمانية كمركز متخصص لإصابات الجاطات الدماغية بالإضافة مركز القلب في راشد حقق أيضا الاعتمادية الدولية بالإضافة إلى لطيفة ومراكز القلب وجراحتها في مستشفى دبي وهناك أيضا خطة طموحة أن نعزز ونقوي هذه البرامج جميل دكتور الحصول على الاعتمادات الأكاديمية هذه يعني أن بيئة العمل داخل المستشفيات يعني هل هي بيئة مثالية أو حاضنة للإبداع والابتكار هذا ما سنترك إجابته بعد ما نطلع مع هذا الفاصل القصير وما نرجع وما نتناول موضوع القطاع الصحي ما لهو ما عليه التحديات والحلول فمستمعين ما نطلع معاكم فاصل وما نرجع مرة ثانية وما نستكمل الحوار مع الدكتور أحمد بن شلبان فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ما زلنا متواصلي معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المبدعة إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا توقفنا مع ضيفنا في الستوديو الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشيات بهيئة الصحة بدبي وموضوع حلقتنا اليوم النظام الصحي بدبي التحديات والحلول تحدثنا عن بعض التحديات أو مجمل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في إمارة دبي والحلول التي تم استحداثها في هذا المجال قبل الفاصل أيضا طرحت على الدكتور أحمد سؤال عن أبرز الاعتمادات التي طرحت الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها هذه المشآت الصحية التابعة لإمارة دبي وكان سؤالي هل يعني أن بيئة العمل داخل المستشفيات بيئة مثالية أو بيئة حاضنة للإبداع والابتكار أحمد ترك الإجابة حق الدكتور تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للإعتمادية الدولية حققت بنية تحتية متكاملة ذات معايير واشتراطات صحية ذات جودة متميزة منها أن نقدر نحن نتابع الأشياء الكثيرة اللي تصير في المستشفيات يعني عن طريق مؤشرات الأداء هناك عدنا على مستوى قطاع المستشفيات أكثر من 12 مؤشر طبي بالإضافة للإحصائيات اللي نتابعها بشكل دوري هناك أكثر من 30 إلى 40 أيضا في كل مستشفى له مؤشرات أداء يهدف إلى موضوع الصحة والسلامة وإدارة المخاطر اللي هدور في هذا الموضوع نهدف منها إذا إيجاد بيئة متكاملة من أحيص صحية من الأشياء اللي نهدف لها أن تكون بيئة أيضا للموظفين تكون بيئة مثالية أيضا لكل فكرة إبداعية ولكل برامج أو خطة مبتكرة متميزة الحمد لله هيئة الصحة وبوجود مع الحمد القطامي يدعم ويشجع كل فكرة وكل برامج متميز يؤدي إلى رفع وتطوير جودة الخدمات الطبية الحمد لله وهناك التكريم والتقدير وحفلات التكريم لهم فهذا يؤدي إلى إعطاء زخم كبير لطواغم أن تبدع وتتميز في هذا المحور طيب دكتور أنت تحدثت عن إدارة المخاطر المستشفيات عادة هي مجتمعات داخلية شديدة الخصوصية تستلزم تطبيق منهجيات علمية متطورة وأنظمة متقدمة حقيقة في مسألة إدارة المخاطر هنا أريد أن أتكلم عن هذا الجانب جانب إدارة المخاطر بالتفصيل فشو اللي تسوونا في الهيئة؟ نعم نحب أن أكد أنه يعني الحمد لله مستشفياتنا بطواقمها بمرضانا في يد أمينة ويد الحمد لله يعني حكومتنا وفرت كل الأشياء وكل الدعم لهيئة الصحة فالحمد لله ناس أطمئن أنهم في أمن وأمان وصحة وسلامة عدنا نظام إلكتروني نظام إلكتروني ذكي يربط كل المستشفيات والمراكز التخصصية يهدف منها توفير رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية ضمان أن المعلومات تكون دائما موجودة ومتوفرة ونعمل من خلال المعلومات التي نجنيها يعني من المستشفيات إلى وضع إحصائيات وخطط عمل للتطوير والتحسين هذه الخطط تكون تدابير وقائية تدابير وقائية فهذا النظام الإلكتروني من الأنظمة الموجودة في قطاع المستشفيات كل حدث سواء حدث بسيط أو متوسط أو عالي الخطورة الحمد لله يوصل في هذه الشبكة الإلكترونية الذكية ويتم متابعتها وتقييمها يهدف منها مثل ما قلنا الوقاية يعني الوقاية الناس من أيلة سمح الله مخاطر لو حتى كانت بسيطة من جانب التوعية بها الدكتور نعم وإيضا حتى كذلك أنا أعتقد هناك مجموعة برامج تقومون فيها في تعزيز مهارات العاملين في هذه المستشفيات وتدريبهم كذلك على السبل المثلة لإدارة المخاطر بشكلها صحيح دائما فيه ورش ومؤتمرات ومحاضرات موجودة يعني بالمعنيين وفرق العمل الموجودة في المستشفيات وفيه شبكة متكاملة فيها الموضوع من المنسقين ومتابعين بس نطمن الحمد لله يعني نسبة للمخاطر في المستشفيات بسيطة جدا جدا 98% من الإحصائيات هي بسيطة جدا هناك يعني بين واحد لاثنين بين متوسط وممكن نقول عالية المخاطر أقل من واحد بالمية وهذا من ضمن الستاندر العالمي وحتى لو أشياء بسيطة جدا نحن عندنا يعني شو نقول يعني نتدخل بسرعة لحصر هذه المشكلة من جذورها ونوصل إلى حلول يعني متميزة ما تعاد مرة أخرى بدكتور بما أنا كنت تكلمت عن الستاندر العالمي أو المعايير العالمية النموذج العالمي في الإدارة الصحية أو القطاع الصحي يا ترى يعني في رأيك شو هي أكبر التحديات اللي ممكن تواجه أي قطاع صحي في أي بلد من البلدات في العالم من ناحية التحديات ما قلنا أنه بشكل عام أنا ما تكلم عن إمارة دبي بشكل عام يعني أي شو أكبر شغلة ممكن هذا أنت ما شاء الله عليك خبرة في القطاع الصحي يعني ما بغي يكبرك دكتور بس ما شاء الله عليك يعني خبرة وعندك المام كبير بهذا الموضوع فإذا أنا ما بتكلم بشكل عام في أي مكان في أي بلد شو أكبر التحديات اللي ممكن تواجههم أنت ذكرت النمو المضطرد للسكان نعم من ضمن إلى تكلمنا عن موضوع الموارد البشرية يعني هناك صعوبة في استخطاب بعض الكوادر في التخصصات النادرة يعني تسعى هيئة الصحة إلى استخطاب هذه الكوادر باستقبالها وعطاها المميزات وغيرها بس يعني فيه طلب كبير جدا خاصة في سوق دبي الصحي مثل ما قلنا فيه تنافس كبير الحمد لله في دبي أكثر من 29 مستشفى من عام وخاص وتسعى دائما إلى التمييز في الصياحة العلاجية فدائما في صعوبة في الاستخطاب بس الحمد لله هيئة الصحة وفرت مثل ما قلنا مميزات الاستخطاب هذه الكوادر المتميزة التي ترفع أيضا من مستوى الخدمة والتخصص في هذا الموضوع يعني وهناك بعض الوبائيات التي تحدث على مستوى العالم من الطفرات الفيروسية بس دائما الحمد لله في هناك قطط احترازية تقوم بها إدارة المخاطر على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة أساسا أن تكون الناس في أمن وأمان إن شاء الله من ناحية الصحية جميل دكتور أنت تحدث عن دور القطاع الخاص بشكل يعني عرضي في أكثر من محور من المحاور اللي تطرقنا لها فهني أبغي تكلم عن بشكل شوي موسع أكثر عن القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات صحية مواكبة للنمو السكاني والتوسع العمراني وأيضا الشراكة الاستراتيجية ما بين الهيئة وهذا القطاع نعم تدعم هيئة الصحة في دبي الاستثمار من ناحية القطاع الصحي وبذلت ماشاء الله منشودات كبيرة في هذا الموضوع وفرتهم لقاءات دورية وفرتهم نادي للسياحة العلاجية تدرس أيضا المنظومة هذا دائما يعني حماني بنركز على تخصصات معينة فقط هناك دراسة نسميها التخصصات الطبية المطلوبة في الإمارة يعني ما ننتجه إلى تخصصات يكون فيها تكرار لا نحن نوجههم ندعمهم نقدم لهم الدراسات والأبحاث نركز على بعض التخصصات النادرة اللي محتاجت لها الإمارة فهناك دائما توسيع ونعطيهم الفرص الاستثمارية وهناك نظام التأمين الصحي الحمد لله موجود يعزز هذه المنظومة سواء على مستوى العام أو الخاص والحمد لله هناك اختيارات كثيرة للمجتمع والناس من القطاع الحكومي أو الخاص ونحن دائما أيضا نسعى إلى الأفضل وبذل أكثر الحمد لله أن تكون هذه الخدمات موجودة متوفرة طيب دكتور يعني من بداية الحلقة ومجموعة الأسئلة عموما يعني تتركز في واحد من المواضيع اللي أنت طرحتها بشكل عرضي لكن نحن ما نتكلم عنها الحين من ضمن التحديات التي تواجه الهيئة أو تواجه القطاع الصحي في دبي وهي مسألة المواعيد دكتور يعني وايد ملاحظات وايد أسئلة كانت تدور حول المواعيد الانتظار الطويلة في المستشفيات سواء كانت هذه المواعيد تأتي دكتور على تخصصات معينة أو حتى إذا الواحد يدخل للمستشفى يضطر أن ينتظر بعد فترات معينة ممكن قد تكون طويلة في بعض الأحيان يا ترى ما هي خطتكم لتجاوز هذه المشكلة إذا كانت مشكلة بالفعل موجودة نزين؟ وأيضا كيف راح يتم معالجتها؟ نعم الحمد لله في إقبال كبير على مستشفيات الهيئة ومراكزها التخصصية والله نحن ما نبغي الإقبال إن شاء الله يعني نبغيهم دائما يكونون في صحة وسعادة يعني الواحد إذا بيحافظ دائما نقول دكتور إذا بيحافظ على نمط حياة صحي يعني بيجنب نفس الكثير من الأمراض وإن شاء الله الله يبعدكم على المستشفيات كلها الحمد لله رب العالمي يعني الهيئة في 2015 استقبلت أكثر من مليون ومية وسبعين ألف مراجع هذا يزارونا يعني في العيادات التخصصية الخارجية مليون وكم دكتور؟ مليون ومية وسبعين ألف مية وسبعين ألف مراجع زارونا في العيادات التخصصية في أقسام الحوادث والطوارئ وأيضا جزء منهم يتراوح في حدود واحد وثمانين ألف تم إدخالهم إلى المستشفيات 2014 أو 2015 هذا؟ 2015 2015 زيادة في حدود خمسة بالمية عن 2014 هذا يواكب مثل ما ذكرنا أيضا نوع من الضغط على المواعيد بس الحمد لله هناك استيعاب كبير لهذه المواعيد بمنظومتها الموجودة في الهيئة الحمد لله أيضا في هيئة الصحة بقنا نتكلم عن المنظومة الذكية هناك مجموعة من التطبيقات الذكية الموجودة على الهاتف الذكي من ضمنها الصحتي وأطباء دبي يعطي فرصة للمراجع والمريض أن يطلع على مثلا سجلة طبية على مواعيدة ويعمل مثلا تعديل أو تغيير نحن نواجه يعني في بعض التخصصات والمستشفيات أن بعض المراجعين ما يتصلون ما يغيرون مثلا مواعيدهم أو يخبرون مثلا القسم المعني أن مثلا ما أقدر أحضر غيرولي أو شيء عدم التزام بالمواعيد عدم التزام يعني أكثر من 28% من المواعيد بشكل عام ما في التزام من 28% دكتورة رقم كبير كبير نعم يعني هذا بشكل أو بآخر رح يأثر حتى على المواعيد الثانية للأشخاص الثانين صحيح لأننا عدنا طول فترة تنتظار في بعضها مثلا يتروح بين شهر إلى شهرين بسبب نحن نلتزم بالقوائم المواعيد الموجودة أمام الدكتور بنفس الوقت نحن أيضا نخبر المستشفيات أنه يعطون أولوية للحالات الطارئة الحالات كبار السن أو صغار السن من الناس اللي يجونا مثلا من إمارات الشمالية أن يأخذون زيادة أوفربوكينج نسمي مثلا زيادة على اللسئة اليومية فهذا أيضا يحقق نوع من رضاء المرضى بس نبقى إن شاء الله نحن نوعدهم إن شاء الله الفترات الجاية أنه في خطط تم تشكيل فريق عمل على مستوى المستشفيات من فترة وماشي في مدموعة من المبادرات بالتنسيق مع الفرق الخاصة بالمواعيد على مستوى كل مستشفي وكل مركز صحي الحمد لله في تقدم وفي تحسن في هذه المواعيد مثل ما ذكرنا بدأت حلقة الحمد لله تم افتتاح مجموعة من العيادات التخصصية في كل المستشفيات في منظومة إن شاء الله جديدة الهيئة حتى تدعمها من ناحية ذكية في بيكون أيضا مركز اتصال أيضا حديث جدا جدا لكل مستشفي في بيكون هناك تواصل أيضا بين المعنيين في المستشفيات والمراجعين فبتكون إن شاء الله نقلة كبيرة للفترة القريبة القادمة في نظام المواعيد طيب دكتور 28% من المراجعين لا يلتزمون بالمواعيد المقررة هنا يا جماعة الخير أنا بس أبغي أؤكد على كلامك دكتور أن هذا الموضوع يتسبب في هدر لوقت الطواقم الطبية يؤثر بشكل سلبي أيضا على مواعيد المرضى الآخرين يا جماعة الخير تخيلوا هذا رقم وايد كبير أنا كنت أتوقع أن النسبة مثلا 5% 28% يعني رقم وايد كبير طبيعة الحال الحلول أنتم تقدمونها دكتور بشكل أو بآخر من ضمنها وضع النظام الخاص بحالات الطوارئ اللي تفضلت فيه وأيضا أعتقد هناك مركز اتصال موحد بيكون هو موجود الحمد لله في هيئة صحة مركز اتصال موحد بس بتكون هناك منظومة داعمة لهذا المركز إن شاء الله طيب دكتور وبنفس الوقت مثل ما ذكرنا المواعيد يعني نحن نهيب بالناس والمراجعين أنه يعملون أبديت لي مثلا أرقام تلفوناتهم هواتفهم إيميلاتهم بالسيستم لأنه أحيانا في ناس مثلا ما تجدد هذه المعلومات الهيئة دائما تحرص أن نبطرش رسائل إلكترونية ذكية يتذكر بالموعد في بداية أول يوم يتمهوا حجز الموعد وأيضا ذكره قبل الموعد بيوم يومين فنهيب بهم أنهم يتصون على الرقم الموجود بالرسالة الإلكترونية في حالة مثلا اعتذارهم أو أنهم يحبون مثلا يأخرون أو يغيرون في الموعد فهذا نوع من المنظومة المتكاملة سواء من إدارة الهيئة والمريض إذن لازم يتحمل المسؤولية في هذا الشيء جميل جدا إذن يا جماعة الخير هناك مشكلة في المواعد هذه المشكلة يمكن تفاديها إذا ما تم التعاون ما بين الجمهور مع إدارات المستشيات ومع قطاع المستشيات بهيئة الصحة في جزء كبير من هذه المشكلة نحن نتمنى علاجها أيضا دكتور هذا ما ألغي من خلاله مسؤولية الهيئة كذلك في تنظيم ووضع الحلول التي يجب أن تكون مواكبة لأفضل الممارسات في مسألة تنظيم هذه المواعد لأن المواعد هي ظاهرة حضارية يعني في بعض المستشفيات أو المراكز تم إلغاء نظام المواعد فيؤدي هذا لتكدس المراجعين أمام مثلا غرفات الاستشارة فنحن نبقى من ناحية أن نعزز هذا النظام ونقوي بكل الأساليب والإجراءات وفي تخصصات دكتور ما تتحمل أصلا أنك أنت تسوي نظام الووكين يعني فيه أمور كثيرة تحتاج إلى مواعيد يعني لازم أنا عشان أتلقى هذا العلاج أو متائقة يعني هذه العملية الجراحية أو شو ما كان لازم يكون فيه موعد صحيح لأن الدكتور الاستشاري المتخصص لعنده مثلا تخصص نادر يكون دائما يعني مرتب نفسه يوم مثلا المواعيد يوم للعمليات يوم للإجراءات الأخرى يعمل مثلا زيارات داخل المستشفى فلازم يكون أيضا له مواعيد محددة والتزام من الدكتور أو من المريض إن شاء الله طيب وأنا هنا بعد الدكتور بأكد كذلك على مسؤولية الهيئة في وضع مثل هذه الحلول التي تتناسب مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وأيضا الاستغلال الأمثل لهذه الأنظمة والحلول الذكية التي طرحت من قبلكم أيضا يعني دائما أنا شو أقول الدكتور الواحد لو يواجه مشكلة يحاول بروحه يركض يعالجها ما حد بيعالجها لك فعشانتي إذا 28% من المراجعين غير ملتزمين لا نحن لازم نوجد حلول معينة علشان النسبة اللي فيها تقريبا 62% بيكونون 72% 72% أدبي لأني مراجعا 72% ملتزمين 72% ملتزمين فهذه الـ 72% بعد كذلك يستحقون أنهم يتلقوا المواعيد المناسبة في هذا المجال وهني حقيقة أنه مختلف الإدارات بالتعاون للخروج بالرؤية الجميلة اللي نسعى من خلالها وهي سعادة هذا العميل وسعادة هذا المجتمع ما في نظام ما في سلبيات دكتور أكيد أكيد وطالما أنت تخطئ يعني أنت قاعد تنجز قاعد تعمل فيعطيكم ألف عافية أنا ما أبغي أتكلم عن وائد أمور في مجالات ثانية لكن أنا طرحت موضوع المواعيد لأن حقيقة معظم الأسئلة تتركز كانت في هذه المسألة مسألة المواعيد طويلة في المستشفيات هذا من جانب دكتور يعني من خلال هذا الحوار ما أدري في شيء أنا نسيت أطرحها كلمة أخيرة تبغي تقولها محور معين يعني دائما أنا أترك الموضوع لضيوفي ككلمة أخيرة إذا نسيت محور من المحاور ممكن يتطرق له وأيضا هذه كلمة ختامية نعدها نحب مثلا نبين لمجتمع دبي إن الحمد لله هيئة الصحة بأهدافها الاستراتيجية دائما في تطلعات مستقبلية مثلا لازم يكون هناك مثلا التخطيط دائما خطط لاستحتاث خدمات صحية جديدة متميزة نسعى دائما تكون هيئة الصحة بمؤسساتها جذابة جدا للكفاءات الفنية خاصة للتخصصات النادلة لينجيبها على مستوى العالمي أساس يرفعون أيضا من جودة الخدمة المقدمة دائما نحن في سعي دائم للتطوير والتحسين للخدمات دائما نراقب الأداء من ناحية مؤشرات الأداء من ناحية الزيارات الميدانية ونعززها أيضا مثل مقنة بالدراسات والأبحاث المميزة لكل الكوادر أنا يشرولي أنه لازم نختم دكتور بس كلمتين شكرا دكتور باختصار أين نحن؟ نحن الحمد لله في موقع متميز في هيئة الصحة وماشين الحمد لله وخطة مدروسة إن شاء الله الأشياء والتحديات في طور إن شاء الله الحل ودائما نسعى للرفغة وسعادة المرضى إن شاء الله دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات ومستشعات بهية الصحة بدبي كنت معنا اليوم نحن شاكرين لك هذا الحضور وشاكرين لك هذه التوضيحات الكثيرة وأيضا هذا الاستعراض للنظام الصحي بإمارة دبي ما بين التحديات والحلول خلونا نقول ما بين فرص التحسين والانطلاق من خلال هذه الفرص نحو المستقبل لغرض واحد وهو سعادة هذا المجتمع عموما مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في الختام لا أملك إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم بداية المستمعين ولمخرجنا اليوم أيمن سرحيل اللي سألت الدكتور قلت له أين نحن؟ قال لنحن في الستوديو أيضا شكر كذلك لأخذ أسماء الجناحي اللي كانت معانا في التنسيق وأيضا عبر التواصل الاجتماعي كانت تغطينا من حساب البريتسكوب دبي بالصوت والصورة لأحداث هذا الملف الصحي في هذه الحلقة وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد لكم أجمل التحايا ونقول في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر